نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله سوف نتعرف على الأسلوب اللغوي الشرط التهيئة يقول الحطيئة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس أجيب عن المطلوب ما شرط الجزاء الحسن ما شرط الجزاء الحسن أحسنتي فعل الخير ما جزاء فعل الخير فكري قليلا ورجدت في الأبيات أحسنتي ما جزاء فعل الخير الجزاء الحسن ما الآداء التي بيّنت أن الجزاء الحسن على فعل الخير من من أحسنتي يسمى هذا الأسلوب سبق وأن تعرفنا عليه في مدخل وحدة قلنا إذا اجتهدت في الكبر إذا اجتهدت في الكبر ساعدت في الصغر يسمى ذلك الأسلوب ممتازة أسلوب الشرط أسلوب الشرط أحاكي الجمل الوارد في النصوص الوحدة مع التنبه إلى مفهوم الشرط الوارد فيها اقرأي الأمثلة قراءة من يتق الله يجعل له مخرجة من يجعل أحسنتي مهما تقدم من خير تنل جزاؤه أينما أحسنتي أينما تسافر داخل الوطن تجد المتعة نستنتج أن أسلوب الشرط هو تعريفه أسلوب يقوم على جملتين يكون حصول الفعل الأول فيه شرطا لحصول الفعل الثاني بارك الله فيك أركانه آدات الشرط من وفعل الشرط يفعل الخير جواب الشرط لا يعدم جوازيه أدواته إن لو من مهما ما متى أين وإذا أحسنتي وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم ألقاك بإذن الله في دروس قادمة استودعتك الله الذي لا تضيعه